حالة الاحتقان التي كانت سببا مباشرا في دخول مصر في عالم الثورات وعالم الربيع العربي هل تلاشت بين المواطنين أو بين الشارع وجهاز الشرطة؟ تلأ يعني انخفضت بشكل كبير وتحسنت بصورة كبيرة لكن لم تصل إلى ما نطمح إليه لم تصل إلى علاقة طيبة وعلاقة صحية ما بين مواطن وما بين جهاز المفترض بأن تكون مهمته الأولى حماية المواطن وتقديم خدمة الأمن إلى هذا المواطن توفير سبل الأمان والأمن في جميع تحركات المواطن وممارسيته الحياة متى برأيك سيعود الاحتفال بعيد الشرطة في الخامس وعشرين من يناير من كل عام؟ عندما نصل إلى إجابة السؤال اللحظة قلت عليه وهو الخاص بأعلاقة صحية منضبطة طبيعية يشعر فيها الرأي العام والشعب المصري مع كل توجهات واختلافاته السياسية بأن جهازه الأمن هو جهاز الشعب المصري جهاز حرفي مهني يضع في اعتباره أنه يقدم الخدمة الأمنية قبل أن يمارس أي نوع من أنواع التجاوزات في حق هذا المواطن يعني مثلاً يناير القادم؟ قد يكون ذلك أنا أأمل ده لو رجعنا لما بدأنا إليه اللقاء أن السيد الوزير الداخلية الجديد هو شخص يعلم تماماً تفصيلات ما نتحدث عنه وأكثر منه ولديه رشدة علاج حقيقية لهذا السلوك السلوك الذي نرفضه جميعاً من داخل الجهاز ومن خارجه يعلم دقة وحساسية مثل هذه الملحوظات لأن الملحوظة قد تكون صغيرة لكن الأثر العام الخاص بها كبير جداً وتدعياتها كبيرة أعتقد أنه هيعمل على هذا الملف حتى يخرج بالأمر إلى أن نصل إلى يناير القادم أو الذي يليه على أقصى تأدير طبعاً عاوز أقول حاجة وأسمع من سيبتك تعليق تسمح لي فضل وبرضو عشان نرفع الحرج حتى لكون الشهادة مجروحة ربما في عملنا بنزور كثيرة من هذه الأماكن يعني أنا بعيني زرت أكثر من سجن وكذلك زرت الإحداثية مثلاً تحت الشباب ومعلوم أن هناك سجون في مصر بها المسجرون خطر فقط نتكلم بقى عن شخص يعني قضايا مخدرات قضايا قتل قضايا اختصاب التلاتة كده مثلاً في أشخاص بعينهم بطبيعة الحالة هو مواطن يعني والآخر أيضاً مواطن ولداخل مثلاً في شكات يعني لم يصعفه القدر أن هو يسيد ده هو كذلك مواطن وبتحاول داخلين هي تفصل بين ده وبين ده إنما فكرة التعامل حتى مع بعض النماذج في السجون بيكون صعب للغاية هذا لا يعني الضرب بس فكرة التعامل هنا سيادة العقد أعطاق أنت فهمت يعني كلامي فكرة التعامل مع المسجل خطر فكرة واحد واخده 70-80 سنة مش فارق خالص معاه هو بيكلمين مش فارق خالص أحد متاعب المهنة الحقيقة ودي تحتاج إلى ضباط مؤهلين يعني هنا برضو نشير إلى شيء مهم جداً إن لابد أن يكون فيه تحديث للعمل الأمني أولاً سادة ضباط الموجودين اللي أشرت إليه حضرتك من المصاعب الحقيقية لابد أن الضابط يكون مستوعب مثل هذا الأمر ولابد ألا يعمل الضابط بمفرده الذي تشير إليه حضرتك النهاردة أصبح ليه علماء اجتماع لازم يكونوا موجودين جوه أو متخصصين يعني مش بنتكلم علماء مش عالم لكن متخصص في السلوكيات الاجتماعية ومتخصص في العلاج النفسي لمثل هذه السلوكيات المنحاربة هذا الزيارات رأيت هذا المتخصص لا يجرؤ لا يجرؤ على نزول الساحة طبعاً للأسف الشديد لأن المسألة فيها كثير جداً من الشكلية وحتى هذا المتخصص غير مؤهل ولا ننظر إلى المسألة أن احنا بنعالج أشخاص يقتربوا من المساحة المرضية قبل من يكونوا يعني الإجرام انحرف بهم إلى مرحلة تحتاج إلى علاج حقيقي بجانب العقاب الواقع عليه سؤال الأخير لسيادتك هناك من يتخوف من خلفية الوزير الحالي اللي هو مجد عبدالغفار يعني بيقول لسيادتك هذا رجل أمن معلومة جمع معلومات هو ابن صحيح دخل الأمن المركزي في بداية حياته ثم سلك في أمن الدولة أو جهاز جمع المعلومات التابعة للداخلية وإن المنط به هو مكافحة الإرهاب إذا ما أردت أن تصلح حال الداخلية فتأتي بشخص من الأمن العام لا ليس يعني هي فكرة وجيه فكرة مطروحة وهناك من ينجح وهو خريج من مدرسة الأمن العام لكن هناك من ينجح أيضا بشكل كبير وهو خريج مدرسة أمن الدولة أو الجهاز المعلومات إصلاح الجهاز من الداخل والإصلاح من الداخل لابد أن المواطنين يعلموا أستاذ المشاهدين أن الجهاز أمن الدولة في جزء كبير منه من عمله أنه يتابع ويراقب عمل الضباط على كل مستوات وفروع الخدمات داخل وزارة الداخلية وأيضا على مسألة تطوير العمل داخل جهاز الداخلية بمختلف الفروع فهو مشتبك مع جميع الملفات ولا ينعزل في مسألة فقط جمع المعلومات وتبويبها وتحليلها سيادة العقيد خالد عكاش الخبير الأمني ومدير مركز الوطني للدراسات الأمنية شكرا جزيلا لحضرتك شكرا وبعد الفاصل دكتور عمار علي حسن له رواية سنقف عند مضامينها رواية تحت اسم السلفي وهو نموذج تكرر ونخشى أن يتكرر لذلك نعرض له في حلقة اليوم فكرة شبابنا في صعيد مصر سيما من المينيا وأسيوت وحتى من ينشأ على أفكار رحبة وسطية سوفية وثم ينجرف إلى طيار التشدد ويصبح مؤهل للاقتراب إلى أقصى اليمين والتطرف بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر شكرا